السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نت نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية في احسن الاحوال قبل ان نبدأ نشكركم على كل تعليقاتكم ودعواتكم اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة تحضير كبكيك القارورة او الكبكيك في القرعة سهل جدا كيتحضر لنا بسرعة ببيضتين فقط كنحصلوا على 12 قطعة كيهنينا من الاواني ومن كطرة الاواني نتمنى تجربوه بهذا المقادر اللي اعطيتكم راهو ناجح 100% وغديعجبكم وغتشوفوا معي النتيجة كيفاش كيجيرها كيجي ممتاز وهاش ورائع على بركتي الله اولا كنجيبوا القوالب الخاصة بالكبكيك كنعملوا فيهم هد الورق اذا ما عندكمش هد القالب ديالكبكيك كتعملوا ذاك الورق اللي كيكون غليض راكيتباع عند بعض لوازم الحلويات من بعد على بركتي الله كنديروا قبصة من الملح في قارورة سواء زجاجية او لا قارورة بلاستيك المهم يكون الفم ديالها كبير هكا من بعد كنحتاجوا نصف كاس من السكر كاس اللي كناخده به القياسات هو كاس بقياس 150 ميلي لتر عندناك السكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامة ونصف كنضيفوها على السكر والقبصة ديال الملح من بعد كنحتاجوا البيضتين اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ باش كنحصلوا على كبكيك اللي كيكونوا مرتافعين وناجحين على بركتي الله كنوضعوا البيضة على السكر البيضة الاولى ثم كنوضعوه كذلك البيضة التانية هنا كنبدو هكا بالسوائل باش من بعد يجينا سهل في الخلط من بعد على بركتي الله كنجيو هنا اياه كنغلقو القارورة بالغيطة اديالها ضروري تكون قارورة عند غيطة وتكون كبيرة بعد الشي وكنحركو البيض مع السكر حتى كنساجمو راهم كنساجمو بكل سهولة بعد ما نساجمو لنا بهذا الشكل يعني كتوقفوا التحرك كيبانو لكم راهم نساجمو مع بعض كنجيو الان على بركتي الله الكأس نفسه اللي قدنا به القياسات ديال السكر كناخدو به القياسات ديال الزيت كنعملو نصف كأس من الزيت كنضيفوه كذلك الخالط من بعد نفس الكأس خديت به قياسات ديال الحليب لهو كاس من الحليب ما يعادل 150 ميليليتر ثم كنحتاجو الملعقة صغيرة من الخل الخل كيساعد هاد الكابكيك باش يجيونا من تفخين ويجيوه شاش وارطبين وناجحين من بعد على بركتي الله كنحتاجو النشا ملعقتين كبار يكونوا بهذا الشكل كما غادي تلاحظوا معي يعني يكونوا عامرين او لممتالئين بهذا الشكل ضروري غادي نضيفوهم كذلك الخالط في هاد المرحلة بغيتو تحركو يستحسن تحركو نشبو حدو ما بغيتوش يعني ضيفو لي كأس من دقيق ما يعادي 100 غرام بالنسبة للدقيق الكأس بقياس 150 ميليليتر كي يوزن 100 غرام من دقيق غادي نحرك هاد المكونات مع بعضها جيدا بغيتو كما قلت لكم فاش تضيفو انشاء تحركوه ضيفو وحركو انشاء عدا باش تضيفو الدقيق بغيتو تعملو كل شي وتحركو كيبقى لكم الاختيار لكن يستحسن يعني اه تحرك بعد ما الضفنشا الان غا نحتاجو كيس من خميرة الحلوية بيكين باودر من وزن 8 غرام وكيس كاكاو من وزن 7 غرام اي ملعقة كبيرة كنجيبو الان نصف كأس اخر من دقيق يعني في المجموع كنحتاجو الكأس ونصف اي 150 غرام من دقيق كنضيفو له الخميرة دي الحلويات وكنضيفو له الكاكاو وكنحركو الخميرة مع دقيق او لا قليل من الدقيق اللي ضفنا باش كتعطينا الخميرة المفعول ديالها اكتر وكنضيفوها كاب وحد غير بال في وسط هاد القنينة ومن بعد غا نضيف الدقيق اللي تبقى ليه في الكأس كأس ونصف المجموع وكان سواء هنا يبغيتو تحركو شوية بالملعقة ما بغيتوش راك تحركو مباشرة بالقارورة انا غادي نحرك هنه غير قليلا بالملعقة باش غادي نهبضك الدقيق اللي لاسق في الجوانب ومن بعد على بركة الله غادي نغلقو القارورة وكنحركو هكا بالنسبة لطريقة ديال تحريك تحركو في جميع الجوانب يعني طريقة العادية وراني سبق شاركت معكم طريقة ديال بغرير في القارورة كذلك راه ناجح مية بالمية مهم كتبقو تحركوك ودائما كما كتلاحظو راه بدينا بالسوائل باش ما يلتس الى بديتو بالدقيق وضفتو السوائل ما غاديش يبغيو ينساجمو لذلك كنبدو بالسوائل والدقيق راه نحق كما لحتو معايا را قسمتو الى قسمين يعني ما تنظفوش دفعة واحدة الان على بركة الله بعد ما حركتو يعني رغير من القارورة كيباليكم راه محرك ها هو جاهز والان على بركة الله كنرجعو القوالب ديالنا اللي عملنا فيهم هاد الورق وكنفرغو فيهم الخليط هنايا كتفرغو النصف ديالهم فقط ما تملؤوهمش الى ملؤتوهم راه غادي نتافخو وغادي فيضو لكم من هاد القوالب او لا هاد الكواعد كما كنقولو لهم ديال الكابكيت لذلك كنملؤو غير نصف وانا غادي نعطيكم السير باش يجيكم من تافخين رغم انهم غير بزوج بيضات وبمكونات قليلة اذا الكمية اللي تبقاتها كالاسقة في القارورة كنزولوها بواحد الملعقة على هاد الشكل والان كنجيبو السكر السكر الخاشين كنوضعوه الى الوجه ديالهم كيعطينا واحد القرمشارائع في الوجه كذلك كيعطينا واحد اللمعة فيهم يعني كيجيو صراحة رائعين بهاد السكر من الاعلى ديالهم كيجيو من قرمشين ومن داخله الشاشة الان كنجيبو الشوكولاتة في غميثال وغادي نوضعوها كذلك على الوجه هذا كتوضعوهم غير على الوجه ما كتحركوهم موالو باش يبقوا دائما في الوجه وكذلك هاد الشوكولاتة راها كتدوب وكتعطينا واحد القرمشة مع السكر فعلا كيجيو يا سلام الان راه الفرن ساخن من قبل جدا جدا غادي ندخلوهم وغادي نعملو النار من الاسفل حتى كيتحمرو ومن بعد كنعملو النار من الاعلى بيش يتحمرو من الفوق درجة الحرارة 170 درجة مئوية السيرد في الانتفاخ ديالهم هو الفرن يكون ساخن من قبل جيدا 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 ومن بعد ها هما كما لحتوا معي هما بعد ما انجوا شوفوا ما شاء الله راهم انتافخوا يعني رغم اننا كنوضعوا غير نص ديال القلب لكن ما شاء الله كيجوا منتافخين ورائعين وها هما بعد ما خرجتهم راهنا مازالين ساخنين كما كشتوت كيفاش كيجي الوجه ديالهم كتجي فيهم ديك اللمعة وديك القرمشة رغم ان هنا يا تصوير معطاهم شو موفاهم شو الحق ديالهم راهم فعلا كيجيوا رائعين 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 لا شكلا ولا مداقا والاهم انهم اقتصاديين وذيك الشوكولاتة وذيك السكر اللي في الاعلى كيدفع لهم واحد المداق واحد القرمشة واحد اللتة كيجيوا مقرمشين من الخارج ومن الداخل راه هم كيجيوا هشاش ورطبين راني غادي نفتح معاكم الان واحدة بشتشوفوا معي شكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل على بركة الله هنا راه مازالة ساخنة هنا يا راه يعني كنقيسها باليد ديالي كتحرق لي يعني خليوتو محتة تبرد انا غير بغيت نوريكم شكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل شوفوا راه تتصعد منها البخار راه هم فعلا كيجيوا رائعين وكيجيوا رطبين وكيجيوا هشاش جربوهم غادي نالوا اعجابكم مية في المية وغادي نالوا اعجاب الوليدات ديالكم والاهم راه هم سهلين وكنحضروهم في القارورة ما كيسخوش لنا الاواني كانت منا فيديو اليومي اعجابكم متبخلوش عليها بتعليقاتكم متبخلوش عليها بارائكم كذلك انتقاداتكم استودعكم الله الذي لا صديعه ودائعه السلام عليكم